اهلا وسهلا حبائي متتبعي قناة افخو افك ميغا مرحبا بكم على قناة تعلم مع ميغا اليوم عزائي سنقدم لكم درس خاص بالرياضيات ويخص الاعداد الكسرية ولكن سنقدم حصة تقديم من اين اتينا بهذا العدد الكسري ما هو اصله وكيف نحصل عليه مستعدين؟ اذا على بركة الله مرحبا بكم اعزائي في المقدمة قلت لكم من اين اتى الكسر كيف نحصل على الكسر نحصل عليه يعني كيف؟ باش نعرف استخدام الاعداد الكسرية في جمعها في جداء جداءتها مثلا في توحيد مقاماتها الى اخر هذه الدروس قبل ان نعرفها يجب ان نعرف الكسر كيف نحصل عليه الكسر اذا اخذنا مثلا هذه القطعة هذه قطعة مستقيمة ان سيجمو هنا النقطة ا وهنا النقطة ب تابعوا تابعوا جيدا وسوف تفهمون ما اريد ان اقوله اذا اذا افترضنا ان هذه النقطة هي المنتصف منتصف اولا نلاحظ ان هذه القطعة للقطعة المستقيمة مجزئة الى جزئين هذا هو الجزء الاول ثم و LU الجزء الثاني هذه القطعة المستقيمة مجزئة إلى الجزئين الجزء الاول وب من النقطة A الى النقطة C الجزء الثاني من النقطة C الى النقطة B فهذه القطعة مجزأة والوحدة الأساسية أو وحدة عدد القياس القياس هو جزئين نقوم بوضع خط هكذا ونكتب في الأسفل 2 عدد 2 لأن هذه القطعة مقصمة إلى قسمين ومن ذلك نقول أن العدد الكسري نحصل عليه عن طريق التقسيم التجزيق قسمة إذن عدد الأجزاء نضعه في الأسفل هذا الأسفل سوف نرى ما اسمه إذا افترضت طلب مني النقطة الس النقطة الس ماذا تمثل في وحدة القياس كلها هذه النقطة الس تمثل جزء واحد يعني من آ إلى الس جزء واحد فقط إذن أكتب واحد هنا واحد هنا اثنان ونقرأ أحبائي نقرأ واحد على اثنان واحد على اثنان وتقرأ كذلك قراءة أخرى النصف تقرأ النصف فهذا عدد كسري هذا عدد كسري العدد الأول يعني واحد يسمى البسط البسط هكذا اسمه العدد الموجود في الأعلى يسمى البسط أما العدد الموجود في الأسفل يسمى المقام المقام لنميراتور لنميراتور بالفرنسية البسط يسمى البسط بالعربية بالفرنسية نميراتور 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 أما اللي في الأسفل المقام دينوميناتور دينوميناتور ما يهمنا هو أن نعرف من أين أتى الكسر كما رأيتم أتى من التقسيم قصمنا هذه القطعة فحصلنا على جزئين الجزء الأول يمثل واحد على اثنان فهذا عدد كسري أعيد الشرح حتى تتذكره هذا عدد كسري أما الخط خط الكسر الخط يسمى خط الكسر العدد الأول اللي في الأعلى يسمى البسط أما العدد اللي في الأسفل يسمى المقام فيقرأ واحد على اثنان رأيتم نقول واحد على اثنان لأننا حصلنا عليه عن طريق التقسيم ويقرأ كذلك النصف لماذا النصف؟ لأن هذه النقطة تمثل النصف بالنسبة لوحدة القياس التي رسمناها في البداية وتنقسم إلى قسمين إذن وحدة القياس نضعها في المقام أما العدد المطلوب نضعه في البسط ثم إذا افترضنا أننا نريد النقطة B ماذا تمثل في الرسم؟ فالنقطة B سوف أول شيء نضعه لا ننسى أن وحدة القياس لم تتغير وحدة القياس لا زالت في الأسفل سنضعه اثنان لأن ما زال وحدة القياس مقصومة على اثنان إلى جزءين إذن نضعها في المقام سوف نحسب لنصل إلى النقطة B حتى نرى ماذا سنكتبه في البسط إذن من A إلى C جزء واحد ثم من C إلى B جزء آخر إذن في المجموع جزءين واحد اثنان فنضع اثنان في البسط ونقول أن النقطة B تمثل إثنان على إثنان إذن هذا فيما يخص تعريف بالكسر بأي من أين أتى هذا الكسر وماذا يسمى الرقم الأول والرقم الأسفل اللي في الأعلى واللي في الأسفل العدد اللي في الأعلى والعدد اللي في الأسفل أما النقطة A فتمثل صفر على إثنان لماذا الصفر على إثنان لأننا أحبائي ما زلنا مقلعناش ما زال ما زالين عاد في النقطة A ليس لدينا أي جزء لا يوجد أي جزء في النقطة A فيها صفر لكن كتبقى وحدة القياس نقسم على إثنان نضعها في المقام مفهوم أحبائي الآن سنمروا للتطبيق في بعض التمارين البسيطة لا تقلقوا إذن أحبائي تمري الأول كما شرحت لكم على الورقة لاحظوا معي وحدة القياس في التمارين الأول وحدة القياس كم فيها من الأجزاء هذه القطعة المستقيمة كذلك A D انظروا كم فيها من الأجزاء من هنا من النقطة A إلى النقطة B B C ثم D إذن كم عدد الأجزاء أحبائي لاحظتم هناك ثلاث أجزاء واحد إثنان ثلاثة سوف أرسمها حتى تتضح لكم الرؤية إذن هذا الجزء الأول الثاني ثم الثالث إذن إذا أردنا معرفة النقطة مثلا C النقطة C كم تمثل ما هو العدد الكسري الذي يمثلها لذلك ماذا سوف نحسب سوف نحسب عدد الأجزاء الكلية وحدة القياس الأساسية إذن وحدة القياس الأساسية مجزة إلى ثلاثة أجزاء واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة إذن في المقام سيكون العدد ثلاثة في المقام سيكون العدد ثلاثة طلبت النقطة C ماذا تمثل ما هو العدد الذي يمثلها سوف أحسب إذن هذا الجزء الأول الجزء الثاني إذن المقام سوف أكتبه في اثنان 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 أقرأ العدد اثنان على ثلاثة اثنان على ثلاثة اثنان على ثلاثة تمثل النقطة C النقطة C ثلاثة هي المقام دائما قلت المقام يمثل الوحدة دي القياس الشيء الذي نقصه سواء يعني كان عمل هندسي أو شيء ملموس مثلا حلوى أي شيء عقار يعني منزل خطعة أرضية إلى آخره كل شيء وحدة القياس فيه بهذا الشكل يعني يجب أن نلاحظ وحدة القياس كم عدد أجزائها ثم نمر إلى السؤال المطروح إذا أردنا إذن أعيد فوحدة القياس هنا في هذا الرسم الأول مجزأة إلى ثلاثة إذن أكتبها هي الأولى أبدأ بها بالمقام وأضعها في المقام طبعا ثم أبحث عن النقطة التي هي موضع السؤال إذن السؤال هو النقطة السيء إذن أسمع أحسب هذا الجزء الأول ثم الجزء الثاني إذن إثنان أكتبها في البسط فأقرأ إثنان على ثلاثة أو تلوتين تقرأ تلوتين هذا تلوت وهنا تمثل السيء تلوتين يعني إثنان تلوت واحد ثم التلوت الثاني إثنان على ثلاثة للتدكير إثنان هي البسط ثلاثة المقام سوف أكتبها مرة أخرى للتدكير البسط ثم المقام البسط في الأعلى والمقام في الأسفل نمر للقطعة الثانية وحدة القياس مجزأة إلى كم من الأجزاء واحد اثنان ثلاثة أربعة إذا أردنا النقطة F النقطة F ماذا تمثل أعيد القطعة مجزأة إلى أربعة أجزاء الجزء الأول EF الجزء الثاني EFG الجزء الثالث GH الجزء الرابع E إذا الأول شيء أكتبه هو وحدة القياس في المقام أربعة أربعة أجزاء واحد اثنان ثلاثة أربعة إذا طلب مني النقطة F ماذا تمثل كم عدد النقطة F يعني كم سأكتبه ككسر سوف أحسب EF جزء واحد إذا أكتبه واحد هنا وأقرأها واحد على أربعة أو ربع ربع تقرأ واحد على أربعة أو ربع 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 فالنقطة F تمثل الربع إذا افترضنا نسأل عن النقطة H نعود ونحسب من الأول ثم لا ننسى أن نضع وحدة القياس لم تتغير وحدة القياس لاحظوا معي لم تتغير مكونة من أربعة أجزاء واحد اثنان ثلاثة أربعة أضعها في المقام أربعة طلب مني النقطة H ماذا تمثل أعود فأحسب من البداية واحد اثنان ثلاثة إذن ثلاثة في البسط ثلاثة على أربعة وتقرأ ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة على أربعة أو ثلاثة أربعة نفس القراءة نفس الشيء مفهوم أعزائي يلا نكمل ولدتي وإخواني نمشي التمرين الثالث إذن كان هذا التمرين الأول وهذا التمرين الثاني ثم التمرين الثالث إذن لدينا الرسم الأول عبارة عن قطعة عن حلوة كاملة أو إذا أردتم نسميها خبزة من الخبز مثلا إذن كم عدد أجزائي هذه الخبزة نرا نلاحظ عدد الأجزاء الكلي لنضعه في المقام كم عدد الأجزاء إذن هذا جزء وهذا جزء إذن عدد الأجزاء اثنان في المقام أحبائي كم عدد الأجزاء الملونة إذن الجزء الكلي العدد الكلي اثنان هذا الجزء الأول الجزء الثاني وضعت اثنان في المقام لنرى الجزء الملون هو جزء واحد إذن واحد في البسط أقرأها واحد على اثنان أو النصف كما رأينا في البداية النصف مفهوم نبحث عن نمر للمثال الثاني كم عدد الأجزاء الكلية عدد الأجزاء واحد اثنان ثلاثة إذن ثلاثة في المقام كم عدد الأجزاء الملونة واحد جزء واحد ثلث نقرأها ثلث وحدة القياس دائما في المقام نبدأ بها حتى لا يختلط علينا الأمر الثلث ثلاثة في المقام العدد الملون اثنان أو واحد إذا أردنا أن نلون جزء آخر جزء آخر مثلا كم سنكتب نبدأ طبعا بالمقام عدد الكل واحد اثنان ثلاثة في المقام لا ننسى ولا نتصرع كم عدد الأجزاء الملونة اثنان واحد اثنان إذن اثنان مفهوم نمر للرسم الثالث لاحظوا أحبائي نفس الرسم القرص مجزء إلى كم من الأجزاء عدد الأجزاء واحد اثنان ثلاثة أربعة كنت شوفوا عدد الأجزاء الكلية كل أربعة في المقام أربعة عدد الأجزاء الملونة واحد اثنان ثلاثة فقط إذن ثلاثة أجزاء ونقرأها ثلاثة أربعة ثلاثة على أربعة أو ثلاثة أربعة مفهوم عزائي؟ نمر التمرين الثالث لأن الوقت يدهمنا إذن رسمت خانات عدة خانات دائما أحبائي نبدأ بوحدة الأساسية وحدة القياس الكلية وحدة القياس إذن نحسب عدد الخانات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة إذن عدد الخانات تسعة في المقام ما نبدوش بالملونين لكن نبدو نكتبو عدد الكل الكل كنكتبوه في المقام ثم نمر إلى العدد الملون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن خمسة على تسعة خمسة على تسعة أو خمسة من تسعة لكن الكسر هو عبارة عن قسمة فنقرأه خمسة على تسعة المثال الموالي عدد الخانات الملونة الكل العدد الكلي أربعة والأربعة تمانية في المقام الملون خمسة خمسة أتمان خمسة على تمانية أو خمسة أتمان مفهوم؟ بغينا نزيد مثلا خانة أخرى نضيف خانتين إذن ما نمده شوش فالعدد الكلي نبدأ به لم يتغير تمانية لكن العدد المطلوب الملون أربعة وثلاثة سبعة سبعة على تمانية سبعة على تمانية أو سبعة أتمان أخيرا أحبائي المثال الأخير انظروا كم عدد أجزائه واحد اثنان نضعه في الأسفل هناك جزءين فقط اثنان في المقام عدد الأجزاء الملونة واحد فقط واحد على اثنان أو مصف كما قلت سابقا إذن هذا فيما يخص تقديم العدد الكسري قدمت لكم العدد الكسري من أين أتى وبماذا يسمى العدد الأعلى والعدد الأسفل حتى نرى في الدروس القادمة بإذن الله كيفية مقارنة أعدد كسرية مقارنة أيهما أكبر وأيهما أصغر أو ترتيبها أو إنجاز عمليات على الأعدد الكسرية لا بد من الانطلاق من هذا الدرس تقديم العدد الكسري أولا إذن أحبائي ما تنسوش الاشتراك الضغط على زر الاشتراك الباختاج تقاسم يعني الفيديو إذا أعجبكم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وحصة حصة المقبلة إن شاء الله غدي تشوفوا أشياء أخرى واللي كتصعب عليكم كتلقوا فيها التباسات ما تنسوش الضغط على لايك وإلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء